السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيزي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي معايدنا نرون ان شاء الله تعالى مع حل بيجئة 11 صفحة 11 من كتاب المدرسة عشرين تلاتة وعشرين يعني طبعا نقرأ وعمل الفراغات او النقاط عندي يعني قلا قيد الحياة يعني طبعا هي تشتوي حقائق يعني معرض للخطر او للانقراض عندي جايب لي بيقول لي يعني مرحبا بك في الدب الاسود الامريكي يعني ان ننزل في حديقة حيوانات الجيزة إليك بعض الايه بقى هنا إليك بعض الحقائق فاكتس يعني الدبابة الامريكية السوداء طيب يعني هو بقول لك لما البلاك بير بيكون ايه؟ البلاك بير طبعا بيكون لما بيتولد بورن ذي هما بيزنوا ايت الى طبعا من تمانية تو الى ستتاشر اونسس الى طبعا الاونسس اللي هي الاونسس دي عبارة عن تلاتة وعشرين وتلاتة وخمسة وتلاتين جرام هنا بيقول لك ايه؟ اللي هي الاوقية يعني عدلس البالغين سبيس وان هندرد سيرتي فايف تو سري هندرد ففتي ايه ففتي باونس الاول الباونس دي اللي هو يعتبر اللي هو الباوند او الراطل الانجليزي يعني عبارة عن حاجة الراطل الانجليزي بيزنوا بيها الحيوانات الراطل الانجليزي او الباوند عندهم باونس طيب يبقى هنا البالغين بيزنوا يبقى هنا سوري يبقى هنا كلمة وي يزن ايه من خمية خمسة وتلاتين اه ليه تلتمية وخمسين باونس اللي هو الراطل الانجليزي بعد كده عندي البلاك بيرز اللي هما الدبابة السوداء ايه نقط كل شيء فيجتابولز خضرات فروتس فاكهة ناطس مكسرات ليف زوراق الشجر فش سمك ولا يبقى بيعملوا وهم بيكلوا طيب بعد كده بلاك بيرز اللي هما الدبابة السوداء مونس نبي السين الشهر يعني سبع شهور من سبع شهور في الشتاء يبقى هما طبعا عندي اه دولات بيكون لهم بيات شتوي يبقى هما بيكون لهم بيات شتوي السوداء عندهم بيات شتوي من خمسة الى سبعة شهور يبقى هنا يعني بيات شتوي يبقى عندهم بيات ايه شتوي طبعا من خمسة الى سبعة ايه سبعة شهور في الشتاء بعد كده عندي بيقول لي احنا اه اه وصلنا بلاك بيرز اللي هما الدبابة السوداء نقاط فور فايف سبن مونس يبقى عندنا يبقى هايبر نيت هايبر نيت يعني عندهم بيات شتوي من خمسة الى سبعة شهور في الشتاء هايبر نيت طبعا غير معرضين للانقراض يبقى ان جارل يعني حوالي سبعمية وخمسين الف طبعا من الدبابة السوداء الدبابة السوداء هايب يعني على قيد الحياة اليوم هايب يعني على سوريا على قيد الحياة بعد كده بيقول لي السؤال الاولاني read the question and the answers طبعا السؤال الاول بيقول لي how much do adult black bears way يعني عايز يقول يعني كم تزن كم تزن طبعا الدبابة السوداء البالغة طبعا تزن قدي ايه او ازناها قدي يبقى they way هم بيزنوا one hundred مية خمسة وتلاتين two three hundred fifty pounds يعني من كم حوالي مية خمسة وتلاتين الى تلتمية وخمسين طبعا الواحد حوالي خمسة وعشرين يعني صفر point forty five كيلو جرامز خمسة واربين من مية من الكيلو جرامز يعني اللي هو الباونز دي اما الاونس اللي هي الاونسة دي بتساوي 28 جرامز يبقى انا عندي هنا طبعا هنا كم تزن الدبابة البالغة الدبابة السوداء البالغة وزنها دي كم تزن الدبابة السوداء طبعا البالغة طبعا وزنها حوالي تزن مية خمسة وتلاتين اتلتمية وخمسين رطلا يعني بعد كده عندي السؤال التاني بيقول لي what do black bears eat what do black bears eat ماذا تأكل الدبابة السوداء ماذا تأكل الدبابة السوداء بتأكل ايه طبعا يبقى بتأكل كل شيء بتأكل كل شيء خضروات فروتس فاكهة ناطس مكسرات ليفز اوراق الشجر fish and meat وكمان لحمة يبقى بتأكل كل شيء خضروات وفاكهة وبندق واوراق الشجر واسماكا ولحوما دي طبعا ايه بالنسبة الدبابة الاكل اللي هي بتاكله او بتتناوله number three do black bears hibernate in the winter يعني هل دبابة السوداء لديها بيات شتوية ويش في الشتاء طبعا السؤال بدو جاوب عليه هو ما طلبش السبب هو قال لي هنا هل هم عندهم بيات شتوية لا نعم لهم لديهم بيات ايه شتوية طبعا في الشتاء اه بعد كده عندي اه هما طبعا لهم اه ممكن نقول they hibernate in the winter اين هو بتنعم they hibernate in the winter ممكن نقول مسلا yes yes they do نقول مسلا they hibernate they hibernate in the winter the winter يعني اه انها تدخل في بيات شتوية انها تدخل في بيات شتوي طيب بعد كده بيقول لي how many black bears are alive today كم عدد كم عدد الدباب السوداء الموجودة على قيد الحياة اليوم اخر سؤال عندي بيقول لي كم عدد الدباب السوداء الموجودة على قيد الحياة اليوم how many black bears are alive today around يعني حوالي حوالي قدي 750 thousand black bears are alive today يعني حوالي 750 1000 دباب سوداء موجودة على قيد الحياة اليوم يبقى حوالي كم حوالي 750 1000 دباب سوداء موجودة على قيد الحياة موجودة على قيد الحياة اليوم اخر حاجة عندي طبعا السؤال الصح والخطأ بيقول لي هنا يعني طبعا اقرأ وضع دائرة وضع طبعا ايه صح او خطأ يعني يعني كلمة true او false العبارة الاولانية بيقول لي عندي black bears are endangered black bears يعني دباب السوداء are endangered يعني معرضة للانقراط false طبعا number two black bears eat leaves تدخل اوراق الشجر صحيح تمام مصبوط number three baby black bears يعني الدباب الصغيرة من الدباب السوداء او الرضيع من الدباب الصغيرة way beazen one hundred thirty five ounces لا false تمام يبا هنا خطأ number four black bears high barnate in winter هاي الدباب السوداء لديها او تدخل في بيات الشتوي في الصيف لا ده في الوينتر الشتاء يبا هنا false كده نكون وصلت من نهاية الفيديو اتمنى يا رب الفيديو اكون اعجب حضراتكم الى لقاء فيديو اخر باسم الله تعالى مع تمنيتي بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته